ترجمة نانسي قنقر كوبيد 19 لدينا إعاقة كبيرة لدينا علاقة مع هذه القطاعات وهي قطاعات المموينة حفلات لدينا قطاعات علاقة مع الفناديق مع المقاهيم مع المدارس اليوم وقع واحد الركود في هذا العام 2019 ويوزناه في هذا الحالة هذه مهمة لكي نكمله ونستمره في المسيرة لأننا وعدنا بزاف المصاريف تتعلق بالخدامة الضوء صندوق ضمان اجتماعي الضرائب اليوم نعاني من هذه المشكلة المصاريف وواقع ركود في هذا العام ان شاء الله يفوت هذا المرضى بإذن الله نحن نقوم بعمل الوقاية التي اعطيتنا الدولة والمحمن للدولة تكشفت خدمات مجهودة لتتبعد هذا المرضى ومتمنى الغدد كل الأمور وعلى أخير العمش جاي وحنا نحتاج للي كوموند للي كوموند للي كوموند قبل 15 يوم قبل 20 يوم ولي كوموند اليوم واقع واحد الخفاض كبير في نتمنى ويكون خير من وراءة السنة هذه ويكون خير بإذن الله المهم كيف مكان الحال انتم تتعرفوا التداعية للجائحة كوفيد 2020 اللي اطرات واحد عداد ديال المقاولات المتضررة ومنها قطع ديال المخابيس وحاد المغرب اللي عانى معاناة كثيرة لانا كيف سمعتو الأخ ديالي اللي قال انه هذيك المصارف البونيوي التابتة هي اللي اطراتها القطع وبالتالي رقم ديال المعاملات ترى نزلت تقريباً واحد خمسين في المئة ودالي على ذلك انه واحد مجموعة عشرين في المئة ديال المقاولات ديال المخابيس في المغرب بقى سادة هذا دالي على مدى دالي لانه كين واحد الركود وكين تقريباً واحد رقمه عاملت لينزل كثير نظراً اولاً واحد مجموعة ديال الزبناء اللي هم متضررون اللي هم قطع ديال المطعمة وصفة عامة اللي كذلك تأثرت اللي هاد هاد شبان وبالتالي احنا كانت عندنا مطالب احنا مع التدابع الاحترازي اللي خدت الدولة مشكورة في هذا الباب اجتحد من الوباء ديال هاد الكوفيد اللي فعلاً اضطر على لنا وفعلاً يعني اضطر على الاقتصاد الوطني بصفة عامة ولكن هذا ما كيف نعش اننا لازلنا حكم اننا احنا كذلك كان ادي واحد مهمة احنا كنخدمه في قطاع اقتصادي واجتماعي وبالتالي نعرف حساسية ديال المادة الخبز اللي ستكون حاضرة في كل بيس وهذا مبدأ التازمنا به وبقي تنحفظه لانما المعاناة كينة ديال القطاع احنا في هذا الباب نشكور الجناد لي قطاع الاقتصاد لي اللي دبرتنا المرحلة اللي شهر ربعة وخمسة سستة بنسبة العمال ديالنا اللي كانوا انقاطعين على العمل اللي استفدوا ولكن من تم الان رأى كينة معاناة كثيرة وكينة واحد العدد ديال المخابيس اللي مقدرة ستأنف النشاط ديالها لانها الظروف قاهرة لانها عندها تراكمات ديالديون سواء ديال ابقريات سواء ديالا session قد تدير مواكبة اقتصادية و هي اوال اساس وهنا الجامعة الوطنية المخابسة حول المغرب يعني رسلت رئيس الحكومة رسلت كذلك وزير المالية رسلت جميع مكونات بما فيهم لأسجين بما فيهم وزارة التجارة الفلاحة كذلك جامعة الغرف لكي تأخذ بعين الاعتبار هذه القطاع لأنه لا يعقل في هذه الضرفية ونحن كان برنامج تعاقدي اللي قدرت عليه دراسة استراتيجية وكانت تضروا بشي تفعل إلى حدود الساعة مع العلم مشكورة الدولة للدرس برامج تعاقدي أخيرا مع قطاع الفناديق والمطعامة والحفلات وهم مشكورين في هذا الباب ولكن نحن كان عاون قوله أننا كان هناك معاناة كبيرة يعيشها القطاع القطاع خصوة واحد المواكبة وخصوة واحد مقاربة تشاركية ومقاربة اجتماعية باشي ممكن ونحن ردنا المطالب جنفة للباب كذلك نحن الناس اللي التازمنا أننا نكونوا حاضرين في الصف الثاني بعد السلطات الصحية والأمنية والمحلية اللي الحمد لله صهرة وتحترموا جميع التدابي الاحترازية داخل يعني المقاولة دينا وكذلك مع الزبناء دينا لك أشكرهم لأنهم الحمد لله تحترموا الكيمامات تحترموا التبعود تحترموا المسافة كيديروا التعقيم كذلك نحن العمال دينا سواء في المختبر دي الخبز ولا في دي الحلويات كلهم حاضرين الحمد لله وكيد تزموا كيد تبعود كيد الكيمامات كيد النظافة ولكن نحن نعود نقولها لا زينا اليوم خدنا من تقريبا إلا تنعود نقولها بـ 51% هذا واقع معاش والدلعى ذلك سنجيو نحن الرأسانة اليوم كتعرفوا الرأسانة عادة كنخذوا بالطلبيات كنخذوا بالطلبيات تقريبا 1-15 اليوم و20 يوم وشهر قبل كتعرفوا الطلبيات تكون متناوية حسب اختيار ديال الزبناء اليوم ما عندناش طلبيات اليوم مكرهون أننا عارفين ونقلصنا من العمل لأننا لدينا واحد للعاملة اللي حاولنا نقلصها الواقع هو هذا اللي مع كامل أسف وكل اللي كان ندول له الأدوار مثلا نحاول كل واحد ندوله تدوير ديال العمال داخل المقاولة دينا باش على الأقل نكونوا نقصنا من اللعب اللي يعلن فاليوم هذا رأس السنة ديال 2020 رأي ما يمكنش في إطار تداعية الجاهية كوفيدا تكون كما كانت الرقم المعاملة سيكون نزل أكثر من خمسة الفمية ودانع ذلك أن الإخوة ديالنا على صعيد الجهات وكذلك المكاتب المحلي الجهوية على الصعيد الوطني من خلال الاتصال ديالنا ديالهم ديال أعطاء المكتب المركزي مع الإخوة وكذلك مع الرؤساء المكاتب المحلي الجهوية عطونا إشارة قوية لأن هذه السنة لا تكون كالسنوات الماضية لأن تداعية جاهدة وهذا منطقي هذا منطق لا يمكنش نظر الظروف نظر التوقيت نظر كذلك القوة الشرائية ديال المواطنين تهي رتت العبدون لأن نحن نعرف هذه الأزمار جاءت وأثرت على عداد القطاعات وبالتالي تتعرف بأن الاقتصاد المرأة متكامل جزء لا يتقزم هذه المنظومة الاقتصادية التي نعيشها ومن يكون شيء خلل في شيء منظومة عرفنا المنظومة كلها فيها خلل وهذا هو الذي يمكن أن نشر لكم